الحكومة المصرية حكومة الدكتورة اسام شرف نرجو اغز بعين الاعتبار المشاريع اللي زي دي وانه تم فحصها والله لو احنا مش ندفع فيها فلوس وهتجيب لنا الخير ده كله طب ما نعملهاش ليه وخصوصا ان احنا يعني في عرض جنيه مش 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 مليار احنا محتاجين ايه عشان المشروع ده يتعمل عشان احنا عشان احنا وقتين خلاص احنا مش محتاجين حاجة خلص يعني احنا محتاجين هقول لحضرتك حاجة الهوى مع حضرتك نتمنى ان في حد من المسلحين يكون قاعد بيسمع ممكن تقول انت محتاج ايه او الخطوات او المشروع ده محتاج ايه عشان يتم نقول الكلام ويمكن حد يسمع ده وينفذ ده آآ القوات المسلحة حضرتك اسهل بوسط يعني اسهل حاجة الهيئة الهندسية قوات مسلحة تنشئ المينة او تبدأ تعمل مناقصة لانشاء المينة ديت تمام يجي اي مستسفى بره ياخدها او المينة دي ما تتعمل كل المشروع وباقول الهيئة الهندسية اه وباقول الهيئة الهندسية قوات مسلحة لصبب بسيط均 ان منطقة سيدة براني لهاها منطقة تاريخية فالهيئة الهندسية قوات مسلحة عندها كل حاجة سيدة براني لان استحال يكون انا عندي عن مينة واا اا قوات مسلحة ما تعرفش حاجة عن الجزئية دي فهي اللى عندها كل الأحثار الجزئرية هو تتعملها في مينة البساطة mesela ترى الشركة تيجي تشتغل معنا ده نداء الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ونداء الى سيادة المشير تنطاوي ارجوك افحص المشروع لانه لو في الخير ده كله نتمنى كل الخير لبلدنا مهندس ايمان رشيد صاحب فكرة مشروع الممر الافريقي بانورتنا ونتمنى مشروعك ده اتحقق لانه في خير كل المصريين مشاهدين دي كانت فقرتنا اللي جاية هتكون عن البورصة هتكون بعد الفاصل انتظرونا